أجرى مراسل التلفزيون المصري رامي محمد لقاء خاص من داخل معبر أرقين مع سفير دولة الفلبين في مصر والسودان عز الدين تاجو خلال اللقاء أكد سفير الفلبيني أن دولته قامت بتنسيق مع السلطات المصرية لإجلاء المواطنين فور وقوع الأحداث في السودان من معبر أرقين البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان مع استمرار عملية إجلاء المواطنين المصريين والسودانيين وأصحاب الجنسيات الأخرى نتحدث عن أكثر من خمسين جنسية لخمسين دولة وست منظمات تم إجلاء الرعاية الخاصة بهم وأيضا من بين هذه المنظمات والدول نتحدث عن دولة الصين تنزانيا نايجيريا قبرص اليونان والفلبين وحضور لممثلي وسفراء هذه البلدان ليأتي لنا هذا اللقاء معالي السفير عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين أرحب بك على شاشة القناة الأولى تلفزيون المصري في البداية وحدثنا معالي السفير عن التحرك والتنصيق مع سلطات المصرية المتمثلة في وزارة الخارجية لإجلاء الرعاية الخاصة بدولتكم شكرا جزيلا أول شيء أنا سفير معتمد أيضا إلى جمهورية السودان منذ اللحظة الأولى بعد أن تلقينا بعض الرسائل من مواطننا في السودان قمنا بالتنسيق مع وزارة خارجية مصر العربية خصوصا مكتب الشؤون القنصلية سعد سفير إسماعيل خيرت الذي من أول لحظة كان متفاهم وأبلغنا بالمتطلبات واتفقنا على الإجراءات المطلوبة لدخول اللاجئين المجليين من الفلبينيين من السودان إلى مصر نتحدث عن أعداد تتزايد يوم بعد الآخر أكثر من 17 ألف من الوافدين من غير المصريين الغالبية العظمى للسودانيين وأيضا من الدول الأخرى أكثر من ألفين لو تحدثنا عن لغة الأرقام فيما يخص أعداد الوافدين من الفلبين يوجد هناك من البداية حصدنا حوالي 815 فلبيني في السودان من هذا الرقم هناك من قال أنه يريد أن يبقى في السودان لأن الكثير منهم كانوا يعيشون ويعملون فيها لسنوات عديدة ولكن إلى الآن وإلى هذه اللحظة فقد أجلينا أو أخرجنا من السودان عبر هذا المعبر أركين 507 فلبيني جاءوا عبر باصات وحافلات من خرطوم هناك أيضا عدد 53 خرجوا وبعضهم موجود في معبر قسطل في حوالي ساعتين من هذا الموقع هل هذه الأرقام قابلة للزيادة خلال الأيام المقبلة؟ هي قابلة ولكن نحن الآن نحاول أن أيضا نبعث لاجئ الفلبينيين عبر حافلات أخرى إلى بورسودان القليل منهم تبقى حوالي 40 فلبيني موجودين في الخرطوم يسألون المساعدة مننا